سلام عليكم و انا كنوجد لكم حلوات دي العيد تحت بالي واحد الحلوة رائعة بمعنى الكلمة من حلوية ماما دي الزمان اللي كانت تقدرهم لنا في كل عيد ما تتخطأناش نهائيا هذا علش مش يجب تد خطر ديالا وبقي تنقلب عليها حتى القطار ومن طبيعة الحلقة الضروري يخصنين شركة معكم لانا فعلا تستحق التجربة وخصوصا للناس اللي كيعشقوا البساطة ويلدة تابعوا الفيديو الاخير وفرجة ممتعة وبسم الله سنحتاجوا اولا مية وخمسة وعشرين جرام من زبدة بدرجة حرارة مطبخ لينص رابعة سنزد عليها كاس عنب مملوء من سكر سانيدة من الأفضل تكون سانيدة رقيقة ماشية غليظة او ممكن تعودوها بسكر غلاسي سنحتاجوا السكر الفاني لديكم نكهة الفاني قليل من نكهة الفاني قليل من نكهة الفاني سنحتاج واحد القبصة للملحة وكيف كان نقول لكم دائما الملحة الرقيقة ماشية غليظة هي اللي كندرو في الحلويات سنخدم الزبدة مع السكر مزيان حتى التعجن ودخل فيها الكيميات السكر لديها كاملة هذا علاج لكم الزبدة لا تكون يابسة او لا تكون جامدة او لا تكون بردة اكثر من القياس سنخرجها قبل من تلاجة باش كترخها واحد شوية وكننخدمها بكل سهولة هنا اراني خدمتها مزيان دخلت ليدك الزبدة في السكر اللي عندي كامل سنزيد كاس عنب مملوء من زيت المائدة بالنسبة لزيت المائدة اللي كنخدم بها في الحلويات سوف تكون زيت خفيفة دائما الحلويات دالي كنخدموا بالزيت يعني انواع الزيترة معروفين اللي كيتباعوا الزيت نوار الشمس يكون احسن باش كتعطيكم واحدة ما كتخليش لكم الحلوة يجي فيها واحد المائدة اللي هو مجاد يعني انا كنقول هذه كنصيحة من الافضل انكم تخدموا بالزيت اللي تكون نوعية جيدة معني ما فيهاش لا طعم ولا لون غادي ندخل الزيت نعود نرجع نخدم هذا الزبدة نحاول ندخل فيها الزيت في الاول كتباليكم بحلة ما كتجمعش ولكن كان بقى غير كان نخلط بديها مزيان حتى كتدخل الزيت في ذاك الخالط نحصل على خالط كريمي فقط اكتوب اللي ما عنديش خبيبات ذي الزبدة او اللي بقى عنديش طريفة ذي الزبدة داروري نحس بانه الخالط كله كريمي وكريمي ناعم جدا يعني رطيت بكامل سوف نزيد على خالط جوج بيضات ونرجع نخدمه مرة اخرى حتى يدخل البدء في الباقي ديال الخالط سوف نزيد الزبدة من الاول نخدمها مزيان مع السقار والزيت حتى كانت خالط كريمي حتى لا يوجد مشكلة من بعد نزيد سوف نزيد 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 تتحن نزيد لكن في الوصفة يمكنك فقط وضع شوكولة فيرميسيل للون الأسود نحتاج نصف كوك أو جوز الهند هذا هو الخليط الذي سوف نضيفه ونضيفه فقط ونضيفه مددج حدا ونقوم بعض المددج ونقومه ونضيفه سوف نضيفه ونضيفه نحن نضيفه بالخلط ونضيفه بسرعة ونضيف الخليط ونضيفه ونضيفه لأنه سيكتشوكولة فيرميسيل نستطيع ان نغير المصدمين نستطيع تزون الدقيق بكل كمية تضبط ٥٠٠ جرام نستطيع تزون دقيق كالعادة الحلوة كان زيادة دقيقة بشوية لأنه لا يعرفين نوعية الدقيقة التي لدينا كل واحد كان زيادة دقيقة بشوية وانا كنت جمع الحلوة حتى تجمع ليه من شفاش كثير من القياس وما كنت تبقى تلصق في اليد انا بالضبط خدت لي 500 جرام اللي هي خمسة الكؤوس عنبه مع عمرين شبزة خمسة الكؤوس عنبه وازلت في الاخير واحد المعرقة ديال الدقيق هذا هو القوام اللي قد نحصل عليه مكان جمعه وشوفوا معي كيف تكون يعني مجموعة ما تقيلاش كثير من القياس وما كنت تلصقش في اليد من اللي غادي نجين كورها بين يدي ما غا تكونش كتتتتشقق لأنه العجينة اللي شفناها كتتتشقق في اليد هذا هو القوام ديالها ممتاز غادي نحتاج هنا باش غادي نفنده عندي واحد نسكة صغير ديال الكوك نخلط مع سانيدة ومع صاشي ديال سكر الفاني كنخلطهم وهو ما فيش غادي نفند هاد الكويرات غادي ندير كويرات اللي هما غي صغير ورنير موينين وغادي نفندهم في سكر غلاس فاعف وان في سكر سانيدة مخلط مع الكوك وغادي ناخد هاد المرشم هذا وغادي نضغط عليها واحد شوية حتى كالطراء يعني يطرسها ليا داك الشكل ديال داك المرشم ونحطف طوا ديال الفران أنا طوا دائما كنديلها بابي كويسون تفاديا انها الحلوات السقلينة في الطوا وضروري ما ندير بناتهم شوية ديال الفران حتى تكبر في الفران او كتوسع في الفران لاني كنشكل كويرات كيف كتشوفوا معي ولي عندكم الجوجة اغطوا العجينة باش هكما ما تتيبس لليكم وما كتكوروا كندير كويرات كنفندهم في الكوك مع سانيدة وذلك الفانية اللي دايرين معها نضغط واحد شوية على الحلوة وكنطبعها بالمرشم وكنطبعها في الطوا ديال الفران كننسى لي وكنطيبهم كنكون شعلي الفران من قبل حتى كي يسخن مزيان درجة حرارة متوسطة كنشعلي في الاول غير من التحت فقط الحلوة كنديرها في الوسط باش ما يتحرق شليا لتحت يعني كنبعدها شوية على النار كنخليها حتى كتبليا انها وقتت كنقلب هكا القابدة كتتشمع من التحت عاد كنشعلي لها من الفوق نار ضعيفة حتى كتتحمر لي واحد شوية كتتحرك لي واحد الوين ذهبي لا نتحرك فقط كتتحرك كتتحرك واحد الوين ذهبي من الفوق ومن التحت وكنتخرجها من الفران كنخليها حتى كتبرد تماما عادية اما نقدمها كما هي او لا اخذت شوية شكولات بيض دوبته ندر واحد نقطع في الفوق في الوسط الحلوة واخذت شوية الوزلي محمر مدرتوش خضرها بشيء تحمر قليت واحد شوية في المقلة او في الفران حتى يتحمر وكنتضروا فوق من ذهب الشوية وكتعترى منظر الوزلي بزاف هذه حليوة اليوم حليوة هي بسيطة ولكن لديدة بزاف من الناس يعشقوا الحلوية الجافة لديدة هذه الحلوة ستعجبكم وصلنا نهاية دي الفيديو كان عدا متنسونيش بلايك او جيم باش هكا نعرف على الوصفة عجبتكم شاركوها مع الاهل والاصدقاء لتعوموا الفائدة نقول لكم خليتكم على خير نشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله مع حلوة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة